بعد مرطاج من الجهة الشرقية عود إلى الأستاذ المساويد الأكيد أن إغلاق الحدود هو وضع غير طبيعي وهذا ما جاء أيضا في ردود فعل المواطنين من الجهة الشرقية بالنسبة للجهة الشرقية الشعب الجزائري يؤكدون على أن فتح الحدود سيفتح مجالات متعددة كل المؤتمرات كل ندوات التي أسست على مستوى تشريح بعض إشكالات في مناطق الخمس داخل القرار الإفريقية كلها تؤكد على تنمية الحدود فبالأحرى إغلاق الحدود وهذا ما جاء في الخطاب الملكي هو وضع غير طبيعي حتى جوي هود عندما زار المنطقة أكد على ذلك الأمم المتحدة أكد لأن منطقة المغرب العربي وهي جهة لها مكون من مكونات الاتحاد الإفريقي من أضعف الجهات من ناحية الاندماج والتكامل الاقتصادي فبالتالي الفتح الحدود هي مسألة ليس مطلب شعبي فقط وأيضا مطلب على مستوى الاقتصاد والمال وسينمي منطقة الحدود سنعود إلى منطقة ما قبل 1994 كانت عمليات مصاهرة كانت علاقات عائلية يعني هما شعب كما يقولون الجميع هما شعب واحد في دولتين فما بلك إن قسمت شعب إلى حدود مصطنعة هذا هو واقع الحدود المغربية الجزائية نمر اللحظة إلى أصداء هذا الخطاب سواء في المنطقة المغاربية أو على الصعيد الدولي أيضا يا سيدي مباشرة بعد الخطاب الملكي أمس عندما صفحنا أولا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي سواء في المغرب أو الجزائي كان هناك ترحيب كبير لأنه من قلبي الشعوب أصوات الشعوب لا تخطئ أصوات الشعوب دائما صادقة وكلها تشبتت وأيدت ما جاء في الخطاب الملكي على مستوى منصات الإعلامية هناك التركيز على الحجم الذي أخذته العلاقات المغربية الجزائرية في الخطاب الملكي ثم أيضا أضافت السياقات التي جاء فيها هذا الخطاب والتوجه العام للتحليل هو أنه ربما القيادة الجديدة في الحكومة الجزائرية الجديدة قد تنظر إلى المستقبل المستقبل المنطقة عوضا أن تنظر إلى الحسابات التي أدت إلى ما يجري حاليا في منطقة شمال إفريقيا برمبتها شكرا جزيلا أستاذ مسوي على كل هذه الإجابة المفصلة والأكيد أن خطاب العرش لهذه السنة سيظل راسخا في سجل العلاقات المغربية الجزائرية شكرا لك مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر